أكدت مصر دعمها الكامل لمسار الحل الليبي وذلك دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وشدد نائب وزير الخارجية حمدي لوزا على الاهتمام البالغ الذي تليه القاهرة لإنجاز مسار المصالحة الوطنية في ليبيا جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفدي مصر في قمة لجنة الاتحاد الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا والتي عقدت في العاصمة الكنغولية برازافيل وذكرت الخارجية في بيان لها أن السفير لوزا استعرض الموقف المصري الراسخ الداعي إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلاة